نرحب كل الترحيب بالصديق بيدروس سانشيز رئيس وزراء مملكة اسبانيا في العراق في هذه الزيارة المهمة والوفد المرافق لسيادته حقيقة اجرينا حوار مهم في اجتماع ثنائي وكذلك اجتماع مع الوفدين اكدنا على اهمية العلاقة وتطويرها بين البلدين الصديقين العراق واسبانيا في ظل وجود مشتركات كثيرة وفرص واعدة للنهوض بهذه العلاقة في عدة مجالات اتفقنا على ان نذهب بجدوى الاعمال خلال عام نؤسس فيه الطريق للوصول الى اطار للشراكة الستراتيجية بين العراق واسبانيا تؤثر عملنا وعلاقاتنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية والثقافية والمجتمعية اكدنا انه نبدأ بتشاور سياسي دوري سنوي بين البلدين وتكتيب الزيارات المتبادلة بين الطرفين كذلك اهمية عاقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقية الاسبانية في دورتها الثالثة عشر في بغداد في منتصف عام الفين واربا عشرين ايضا وجهنا الدعوة الى اسبانيا للمشاركة في مؤتمر بغداد ان شاء الله وجهنا كذلك كل القطاعات والمؤسسات العراقية للانفتاح والتعاون مع نظراءهم في اسبانيا اليوم راح يكون عندنا اجتماع مع الشركات الاسبانية التي ضمن الوفد وسوف يكون هناك حديث اكثر تفصيلا عن بيئة الاعمال والاستثمار في العراق والتي تشهد حالة متنامية من وجود الشركات الاجنبية للاستثمار والعمل المشترك مع رجال القطاع الخاص العراقي او تنفيذ المشاريع مع الحكومة كذلك كان هناك حديث موسع بشأن التعاون في الجهود المتعلقة بالتغيرات المناخية والاستفادة من التجارب الرائدة في اسبانيا سواء كان متعلقة في ادارة المياه او استثمار الطاقة الشمسية بينا جهود الحكومة خلال عام في هذا المجال من خلال مواجهة الاثار السلبية لحرق الغاز المصاحب لانتاج النفط وكذلك في بعض مشاريع انتاج الطاقة الشمسية ايضا بينا مسألة انخفاض مناسب نهرية دجلة والفرات واهمية دعم جهود العراق في المحافظة على الحصة المائية وحقوقها في هذا المجال وثمنا البوقف الداعم لاسبانيا لهذا التوجه العراقي ايضا لا تخلو الحوارات من التركيز على تعميق العلاقة بين البلدين والشعبين بالاعتماد على التعاون في مجال الرياضة وخصوصا كرة القدم خصوصا ان مدرب المنتخب الوطني العراقي كاسياس يحظى بشعبية كبيرة في الوساط الشعبية العراقية فضلا عن الرغبة الكبيرة لدى الجمهور العراقي في متابعة الدوري الاسباني وهنا اود ان ابارك لاسبانيا فوسه بمونديال 2030 مع البرتغال والمغرب هذه الزيارة ايضا تأتي في ظل الظرف عصيب تمر به المنطقة حيث اعتداءات الكبيرة والتي ارتقت الى اعمال ابادة جماعية في غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة طبعا في الوقت الذي نثمن فيه دور اسبانيا وموقفها الشجاع في ادانة هذه الاعتداءات التي ارتقت الى مستوى الجرائم الابادة الجماعية وتجاوزت كل القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وكذلك قوانين الحرب فاننا نأمل المزيد من الجهود للضغط على الدول العالم لايقاف هذه الحرب المدمرة والسماح بدخول المساعدات الانسانية وكذلك اطلاق سراح الاسرى والرهائن طبعا في هذه الزيارة ايضا كان هناك حديث اكثر تفصيلا يتعلق بوضع التحالف الدولي خصوصا هو ان اسبانيا جزء من هذا التحالف واشرنا الى هذا الدور في دعم جهود الاراق لمواجهة داعش الارهابية والتي انتصرنا عليها ولله الحمد ونحن في طور اعادة ترتيب العلاقة حيث في ظل وجود قوات عراقية متمكنة فان الحكومة العراقية ماضية باتجاه انهاء هذا الوجود وجود قوات التحالف الدولي والتي تضم مستشارين امنيين يدعمون القوات الامنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري حصلت اعتداءات مؤخرا على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدولوماسية واكدنا موقف الحكومة الرسمي الواضح والموقف ايضا السياسي الرافض لهذه الاعتداءات التي نعتقد بانها عمال عدائية تضر بالمصلحة الوطنية للعراق وتؤثر على امن واستقرار البلد لكن من جانب اخر اكدنا على اهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود والذي يجب ان يكون ضمن اطار دعم القوات الامنية في مجالات التجريب والمشورة ولا يتجاوز الى حد القيام بعمال عسكرية كون ذلك يمثل مساس بالسيادة العراقية وهو امر مرفوض الحكومة العراقية واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباته لحفظ امن البعثات الدبلوماسية واماكن وجود المستشارين الامنيين بالنسبة للقضية الفلسطينية ايضا الجهود مستمرة جهودنا كحكومة من خلال تواصلنا مع المحيط الاقليمي والدولي في اهمية ايقاف هذه الحرب المدمرة التي للأسف كشفت فشل المنظومة الدولية ومؤسساتها ومنظماتها في الحفاظ على قوانينها وعلى الاتفاقيات ذات العلاقة في تحقيق الامن والاستقرار نثمن هذه الرغبة رغبة اسبانيا في التعاون والعمل المشترك مع العراق ونأمل من خلال هذه الزيارة ان تكون هناك خطوات عملية لتعزيز هذه العلاقة بين البلدين الصديقين مرة اخرى اكرر الترحيب بكم صديقي العزيز في هذه الزيارة اهلا وسلم صباح الخير في البداية اريد ان انقل لدولة الرئيس سيد السوداني باسمي وباسم الوفد الاسباني الذي يرافقني لامتناننا للحفاوة التي خصصتمونا بها في هذا اللقاء المهم بالنسبة الاسباني ايضا هذه الزيارة هي تلبية للدعوة الكريمة التي وجه لي سيد دولة الرئيس في سبتمبر الايلول الماضي في العراق في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وانا سعيد جدا لتلبية هذه الدعوة وزيارة بغداد وقد اجرينا لقاءا مثمرا وبناءا مع دولة الرئيس وكما تعلمون انا سالتقي ايضا مع رئيس الجمهورية وسأزور ايضا الجنود الاسبان الموجودون في اسبانيا سواء بالنسبة لتحالف لمكافحة داعش او في طار حلف الناتو اسمحوا لي ان اشير الى القضايا المهمة التي تطرقنا اليها مع دولة الرئيس هذه الصباحة المهم هو اننا ننطلق من ملاحظة مشتركة وهي العلاقات المرحلة الجيدة التي تمر منها العلاقات بين اسبانيا والعراق وقد نقلت لسيد دولة الرئيس السوداني بان علاقاتنا ستستمر في تعزيزها في التعزز والقوة في المرحلة المقبلة طبعا نحن نلتزم ايضا بامن واستقرار العراق ونحن نلتزم بذلك من خلال وجود جنودنا في بلدكم وكما تعلمون منذ ايار الماضي فان جنرال اسباني يقود بعتة النيتو في هنا وهذا يتجل وبالتالي فان التزام اسبانيا سيستمر ونحن دائما نراهن على الوحدة وسيادة وأمن واستقرار العراق إضافة إلى ذلك نعتقد أن علاقاتنا التنائية لها إمكانية كبيرة للتطور وطبعا سنقوم بإعلان مشترك بين اسبانيا والعراق التي ستحدد كل المجالات التي من الممكن أن نعمل فيها معا وهذا الإعلان سيمثل خارط الطريق لتعاون المستقبلي بين بلدين بحيث سنحدد أهداف طموحة على صعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وتربوي أو التعليمي وهنا أريد أن أبرز أننا اتفقنا على أن نجري في بغداد في 2024 لقاءا هاما للجنة المختلطة أو المشتركة وهذا سيمثل محطة مهمة لدفع إلى الأمام مع علاقاتنا أيضا سيد تحدثنا مع دولة الرئيس عن استعداد أعداد كبير من الشركات الإسبانية للعمل في إطار والمشاركة في تنمية العراق ومعي في هذا الوافذ ممثل أكبر الشركات الإسبانية وهو يمثل رهانا على مزيد من التعاون الذي سيعد بالنفع على الجانبين بالإضافة إلى خلق فرص عمل وقد قلت للسيد الرئيس السوداني نقلت إليه القلق الذي يساورنا بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط ونحن تحدثنا عن دعمنا لحكومته وذلك لحماية القوات الدولية في العراق وقد نقشنا أيضا كما أشارت دولة الرئيس إلى الوضع المأساوي الذي تعيشه غزة اليوم نحن نرفض مصرع المدنيين ولسي ألاف من الأطفال والنساء الذين يلقون مصرعهم في غزة ونحن نرى التدعيات المأساوية على السكان الفلسطينيين ونحن ندعو إلى وقف إطلاق النار دائم المجتمع الدولي وأطراف هذا النزاع يجب أن يصبوا أن يركزوا جهودهم لإيجاد حل وإيجاد مصار مصداقية لبلورة حل دولتين واعتراف واعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية نحن نتشاطر تحليل ما يجري وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها كل هذا طبعا هذه هي القضايا الرئيسة التي تناولناها في لقائنا وأريد أيضا أن أقول لكم دولة الرئيس وهذه هي الزيارة الأولى التي أتشرف بالقيام بها إلى بلدكم وهي بلد وهو مهد الحضارة الحضارة الإنسانية ولكل هذا أعيد مرة أخرى الشكر الجزيل على الحفاوة والاستقبال وأتمنى أن تسنح لنا فرصة لإعادة هذه الحفاوة في إسبانيا ومزيد من تعزيز علاقاتنا التنائية وشكرا جزيلا وكتنم شكرا